موسيقى مرحبا بكم في اللي غسيت عمر بن عمر اليوم نرى وصفه سهله المقارون السباجيتي عمر بن عمر الذي نضيفه بالكلامار بالحبار نظفت الكلامار خليت الحبار على شيرة ونطلقه في الوصفه المقارونة ماذا نستحقه انا اخترت سباجيتي عمر بن عمر اخترت شوية كلامار لحبار متاعه زيت العود مع نوس فلفل اكحل ملح شوية فلفل احمر بصل ثوم وشوية كعبات فلفل مسير اول حاجه بيش نبدأ بيها حتيت اون كاسخول فيها دولو بويانت مالحة ما يغني مالح و بيش نحط فيها المقارون دياني بيش نخليه يتيب لمدة سبعة دقائق هي مكتوبة تسعة دقائق انا بش نعطي سبعة دقائق في الماء ودقيقتين هوني مع الكلامار دياني موسيقى ونبعد توقع بشي نعمل من الصوس الذي يجبه مع المقارون نضع كمية من زيت العود نجعلها يسخن مليح مليح نضعه ونحضر كلامار دبيع نقصهم نضيف البصل كما تشوفوا لازم النار تكون قوية خليوا البصل ديالنا يتيب لمدة دقيقتين ونبعد نحطولو الكلامات ملح سلاك حلب قليلا ففلح ونأخذ الحبار الكلامات ونضع مياه ونضع المقرونة ديالنا قاعدة تغلي نضعه في اخر دقيقة في اخر دقيقة الثوم والففل ديما الثوم نضعه في اخر دقيقة لكي نضعه من الأول يتحرق ويمر المقرونة ديالنا ثابت المقرونة ديالنا الأمر يكبر مرسل 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 المنطق ونزيد فلفل وهكا نكون دلنا مقر نعمر بنعمر بالكلمار بالحبار ديالكلمار شوية فلفل حاجة بنينة حاجة سهلة وحاجة في متناول الجميع باي باي